اهلا بكم مشاهدين الكرام الى موجز العاشرة من قناة الجزائر الدولية تحتضن العاصمة الجزائرية اليوم منتدى الاعمال الجزائري المصري عقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي توجت بالتوقيع على 12 اتفاق ثنائي وارب الوزير الاول الجزائري ايمن بن عبد الرحمن عن تطلعه وثقته في ان يشكل المنتدى نقلة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية المصرية هذا ويضم المنتدى عددا غير مسبوق من رجال الاعمال من البلدين ويمثل فرصة لاستكشاف فرص التعاون والعمل المشترك والاستثمارات المتاحة بينهما تعزيزا للفرص الواعدة للشراكة بين الجانبين يشارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب اليوم في اشغال الاجتماع الوزري الثلاثين لأوباك والدول خارج أوباك الذي يجمع ثلاثة وعشرين دولة موقعة على اعلان التعاون لدراسة اوضاع سوق النفط العالمية وتوقعتها على المدى القصير ويسبق اجتماع أوبيك بلاس في نفس اليوم عقد اجتماعي او اعمالي الاجتماع الثاني والاربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والتي سيتعين عليها على اساس التقرير الذي تم عدده في اليوم السابق من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة يتعين عليها تقييم حالة سوق النفط الدولي وأفاق تطوره على المدى القصير لانتاج دول اعلان التعاون لشهر ماي الفين واثنين وعشرين هذا وكان قد شارك عرقاب الاربع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في اشغال المؤتمر الوزاري المئة واربعة والثمانين لمنظمة الدول المصدرة للنفط من المرتقب اليوم خروج مظاهرات في العاصمة السودانية الخارطوم دعا اليها تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير للمطالبات بتسليم السلطة للمدانيين وقال التحالف ان خروج الشعب في المليونية هو الضمانة لتعديل نوعيا لميزان القوى مشيرا الى ان كافة الاحتمالات والخيرات واردة خلال مسيرات اليوم التي تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية لتولي الجيش السلطة في البلاد هذا واستدعت الخارجية السودانية الاربعة رئيس بعثة الامم المتحدة فولكار بيرتس بشأن تصريحه حول عدم التهاون مع اي عنف تجاه المتظاهرين السلميين فيما قالت الوزارة انه ابلغ باستياء او ابلغ باستياء وعدم رضا حكومة السودان تجاه تصريحاته الاعلامية ذكرت الصحيفة الاسبانية الاسبانجول نقلا عن الرئيس الوزراء الاسباني بيدر سانشيز قوله ان حلف شمال الاطلسي النيتو لن ينسى جناحه جنوبي وتحديدا في منطقة الساحل الافريقي ومالي وظيفا بان الناتو سيقوم بالدفاع عن كل سنتيمتر من اراضي الحلفاء في اشارة الى امكانية تدخل قوات النيتو في مالي ومناطق بالساحل الافريقي تصريحات سانشيز تأتي بالتزامن مع قمة النيتو التي تحتضنها العاصمة الاسبانية مادريد بين الثامن والعشرين الى الثلاثين من جوان الجاري اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن ان بلاده ستعزز وجودها العسكري في اوروبا كي يتمكن حلف النيتو من الرد على ما اسمها تهديدات اتية من كافة الاتجاهات وفي كل مجالات برا وجوا وبحرا كما اكد خلال قيمة حلف النيتو المنعقدة في مادريد انه سيتم تعزز الوجود العسكري والامكانات العسكرية الامريكية في اسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق اضافة الى بريطانيا المانيا وايطاليا فيما اعطت تركيا الضوء الاخضر لدخول فنلندا والسويد الى الحلف امس ختام الموجة شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة